مكناسية مدينة في المغرب تقع في وسط سماء البلد على بود حوالي 130 كم سرقا عاصمة الرباط إنها سادس أكبر مدينة في المغرب وثالث أكبر مدينة إمبراطورية في بلد بعد مراكوس وفاس مكناسية مدينة تاريخية تأسست في قرن الحادي عصر من قبل سلات المرابطين البربارية كانت عاصمة المغرب في قرن السابع عصر في أحد السلطان مولئ إسماعيل الذي زعل المدينة مركزا سياسيا وتقافيا وقتصاديا مهما اليوم تصر مكناس بتراثها المعمري والتاريخي الغني بما فيه ذلك مدينة مكناس المدرزة في قائمة اليونسكو والتي تسمى البوابة باب منصور وطارح مولئ إسماعيل ومسجد الهديم كما تستهر مدينة مكناس بأسواقها التي تعد من أكبر الأسواق في المغرب حيث يمكن الزوى صرع الحرف اليدوية المحلية والتوابل والمنتزات الغدائية مكناس محطة أيضا بمزارع الكروم بباسات الزيتون تنتج بعض من أزواد الأنواع النبيد وزيت الزيتون في المغرب يمكن الوصول إلى مدينة مكناس بسهولة بالقطار أو السيارة من الرباط وفاس والمدر الرئيسي الأخرى في المغرب يخدمها أيضا مطار فاس السيس الدولي الذي يقع على بوات حوالي 70 كم سرق المدينة ترجمة نانسي قنقر